اشتركوا في القناة وتنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن عملية الطعن التي قتل فيها اثنان امس في لندن مرزو الأخبار من اي 24 نيوز اهلا بكم قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي كتاب استقالته رسميا الى البرلمان وافادت مصادره في مكتب عبد المهدي ان الاخيرة رأس جلسة طارئة لمناقشة استقالته قبل ان يوافق البرلمان عليها ورغم ذلك تصعد التوتر في مدن العراق بالاخص في مدن الجنوب والنصرية مسقط رأس عبد المهدي واستانباء عن سقوط قتلى وجرحى بنيران قوة الامنة ويطالب المحتجون بحلول جذرية واستبعاد كل الطبق الحاكمة والغاء الطائفية السياسية اتخذنا قرارات في وقتها شجاعة وجريئة بمنع استخدام الرصاص الحي لكن للأسف الشديد عندما تحصل اشتباكات تحصل فيها مضاعفات وتحصل فيها تدخلات وأمور متشابكة فيحصل يسقط وهذا دائما يسقط ضحايا وهذا دائما أمر إلى نتائج غير طيبة على الحكومة أن تتخذ موقف أيضا شجاع في هذه المسألة وبالتالي الاستقالة أصبحت أمر مطلوب كجزء من التهدئة أفضت مصادر محلية سوريا بمقتل وإصابة 15 مدنية لإفران انفجار سيارة المفخخة في بلدة عين العروس بريف الرق الشمالي الذي تنتشر فيه القوات التركية وهذا هو الانفجار الثاني في هذه البلدة ووضحت مصادر محلية بأن سيارة المفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت اليوم وسط بلدة عين العروس جنوب تل أبيض بريف الرق الشمالي قالت وسائل إعلامنا سعودية أن طيرين سعوديين اثنين قتلاء إثر سقوط مروحية أباتشي في اليمن ويت ذلك بعد يوم من بث قناة المسيرة التابع لجماعة أنصر الله الحوثية صورا لما قالت إنها عملية إسقاط لطائرة الأباتشي السعودية قبال تعسير أثناء قيامها بأعمال وصفتها بالعدائية ونقلت وسائل إعلام حوثية عن الناطق العسكري يحيى سريع أن الدفاعات الجوية للحوثيين تمكنت من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصروخ أرجو بتقنية جديدة سيتم الكشف عنها لاحقا بحسب تعبيره قتل أفتن فلسطيني عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي نار عليه قرب بلدة بيت عوى جنوب الخليل في الضفة الغربية وبحسب الجيش الإسرائيلي فقد أطلق النار على ثلاثة شبان قرب مستوطنة إسرائيلية كانوا يرمون زجاجات حارقة تجاه سيارة إسرائيلية ما أدى إلى سقوط أحدهم وهو بدوي مسالم 16 عاما قبل أن يعتقل الجيش الاثنين الآخرين في تل أبيب احتشد الألاف وسط المدينة في اعتصامات مطالبة بتنحي الرئيس أو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بن يمين نتنياهو ودعت إلى الاعتصامات الحركة من أجل جوتة الحكم في إسرائيل إثر تقديم لواحي اتهام بالفساد ضد نتنياهو يذكرون حزبين الليكود وكحولة فانا سيعقدان اجتماعا ظهر غد الأحد ضمن المساعي الأخيرة لتشكيلهما حكومة وحدة وطنية واستغطاء الفرص بنجاح هذه المساعي أحلة النيابة العامة في مصر رجل الأعمال ومقاول الجيش السابق محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة تهرب ضربي ويسود اعتقاد أن هذه التهمة لفقت لعلي كونه تسبب بإغضاب السلطات والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر الفيديوهات التي نشرها متحدثا فيها عن فساد المؤسسة العسكرية وهدر المال والاحتيال داعيا لشعب المصري إلا تظاهر ضد السيسي تظاهر مئات الجزائرين في العاصمة الجزائر رفضا لما سموه تدخل الأجنبي وتأييدا لإجراء الانتخابات الرئاسية شهر القادم ودعا إلى تظاهر الاتحاد العام للعمال الجزائريين القريب من حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة أي جبة تحرير الوطني يذكر أن شرائحة واسعة من الشعب الجزائري ترفض إجراء انتخابات في هذه المرحلة قبل استبعاد كل المقربين من النظام القديم الجينة اللي لنا وقفة سلمية احنا رأنا مصير الجزائر قلنا أولادها اللي قدوها مش الأجنبيين اليوم الجزائر لازم لأين قلوا نعود لازم لها رئيس رئيس اللي يقودها ما نقعدوش معها بلا رئيس احنا ضد الانتخابات وهما رأي حلل الانتخابات احنا رأنا ضد الانتخابات كان هما السبب لتدخل أجنبي هادولا هما السبب تدخل أجنبي الخارج وتحيى الجزائر ما كاش انتخابات هكذا هاد الطريقة اللي حبيتو انتما ما كاش انتخابات بإذن الله شارك المائة في مسيرة وسط العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بالعدالة للمتظاهرين الذين قتلوا في الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وقتل أكثر من 250 متظاهرا وأصيب المائة في الاحتجاجات التي اندلعت نهاية العام الفائت وأجرت السلطات الانتقالية بما في ذلك حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عدة تحقيقات حول مقتل المتظاهرين إلا أنها لم تفضي إلى نتائج ملموسة تلبي مطالب المحتجين أهلنا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامي في حديثنا إلى وكالة فرانس بريس أن تضافق الأسلحة إلى ليبيا من كل جهة والتوتر أن شئبان واشنطن وموسكو يعقدان سوية النزاع في هذا البلد يذكر أنه في إطار خطة العمل التي وضعها وأقرها مجلس الأمن في تموز يوليو يسعى سلامي لتنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين وخصوصا من أجل وقف تداخلات الأجنبية وتطبيق الحظر الأممي على الأسلحة المعلن العام 2011 هددت اليونان بطرد سفير حكومة الوفاق الليبيا لديها إن لم يقدم نسخة من مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده مع تركيا تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين وكانت مصر وقبرص قد ندتها أيضا بهذا الاتفاق وأضافت السلطات اليونانية أنها تعتبر نفسها غير ملزمة قانونيا بأي تفاهم تركي الليبي لأن ذلك يعد أمرا منافيا للواقع من ناحية الجغرافية بسبب وقوع جزيرة كريت اليونانية بين ساحلين التركي والليبي قال الرئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون إنه لا يجوز الإفراج المبكر عن أي شخص أديم بقضايا إرهابية وذلك عقب جولة أجرها جونسون في مكان اتداء الطعن الذي وقع أمس قرب جسر لندن وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن العملية فيما أوضحت الشرطة البريطانية أن منفذ الطعن الذي قتل فيه شخصان أو شخصين هو سجين سابق يدعى عثمان خانة وعدينا قبل سبع سنوات بجرائم تتعلق بالإرهاب ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل يشتبه بأنه منفذ هجوم أدى إلى إصابة ثلاثة قاصرين بجروح طعن بالسكين في لهاي فر المشتبه به بعد وقوع الهجوم في متجر كبير بوسط المدينة فيما سيطر الهلع على حشود المتسوقين الحادثة وقعت بعد ساعات من وقوع واحدة شبيهة في العاصمة البريطانية لندن إلى أن سلطات الهولندية استبعدت أن تحمل الهجمات لديها نفس الخلفية الإرهابية أعلن وزير الداخلية البوليفي أرتورو موريو أن حكومته الانتقالية تعتزم رفع دعوة أمام المحكمة الجنائية دولية في لهاي ضد الرئيس السابق إيفو موراليس لارتكابه جرائم ضد الإنسانية على حد تعبيره وأتقدم موريو أيضا الأسبوع الماضي بشكوى جنائية ضد موراليس أمام المحاكم البوليفية متهما إياه بالتحريض على الفتن والإرهاب بسبب مزاعمة أن الرئيس السابق دعا أنصاره إلى محاصرة المدن وقطع الوقود والمواد الغذائية شارك طلبة مدارس وموظفون ومتقاعدون في الاحتجاجات المنظمة في أنحاء مختلفة من هونغ كونغ وقال مسؤول حكومي كبير بالمدينة أن الحكومة تدرس تشكيل الأجهة المستقلة لمراجعة التعامل مع الأزمة التي شهدت تزايد العنف منذ بدء الاحتجاجات إلى ذلك ذكرت صحيفة صينية ناطقة بلسان الحزب الشيوعي أنه قد تم إلقاء القبض على مواطنين متهم بالتخاور مع أمريكيين للتدخل في شؤون هونغ كونغ لا تستمع الحكومة إلى ما نقوله لذا يتعين علينا التعبير عن إرادتنا من خلال أنواع مختلفة من الأنشطة والأحداث ارتبعت حصيلة زلزال عنيف الذي ضرب ألمانيا هذا الأسبوع إلى خمسين قتيلا مع إيلان الرئيس أو رئيس الوزراء إيقاف عمليات البحث عن ناجين جدد ويعد زلزال الذي بلغت شدته 6 درجات و14 درجة وضرب البلاد فجر ثلثاء الأقوى والأكثر تدميرا منذ عقود وتركز بشكل كبير قرب ساحل البحر أدرياتيكي في مدينة دوريس الساحلية استقبلت مدينة بيت لحم جزءا من مدود أو المهد الذي ولد فيه السيد المسيح والذي كان موجودا في كنيسة العدراء الأم في العاصمة الإيطالية روما ليتم وضعه في كنيسة المهد ببيت لحم وقيمة صلوات وضقة أجراس مع دخول القطع التي لا يتجاوز حجمها سوى عدة سنتيمترات إلى الكنيسة واستحتفالات الرسمية شاركت فيها فرق كشفية وتزمن هذا كله مع إضاءة شجرة عيد الميلاد في بيت لحم نهاية رموجز شكرا متابعة في أمان الله اشتركوا في القناة